ومعنا من إسطنبول خبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال عميد أحمد بداية أهلا بك كيف تصف القرار الأممي لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا؟ يعني العربة الإيرانية في المنطقة ليس في سوريا فقط بل في لبنان والعراق والمنطقة وخصوصا مع الحسيين في اليمن نعم تلك العربة التي تقودها أذرع إيران وميليشيات إيران بنفس الوقت البسيج والحرساء الإيراني بالإضافة إلى الحسيين وحزب الله وبالإضافة إلى الميليشيات الحجد الشيعي في العراق أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية مرة أخرى تتصدى لتلك الهجمة وتتكون صدا منيعا ليس فقط في الأمن السوري إنما أنا أعتقد أن المملكة اليوم تقوم بالحفاظ على الأمن العربي القرار في الأمم المتحدة اليوم أعتقد أنه كان نصرا للدبلوماسية السعودية ويمسل حقيقة السقل السعودي في المحافل الدولية هذه الخطوة هي خطوة إيجابية سيقدرها الشعب السوري لأن ما تعبث به الميليشيات الإيرانية في سوريا هي مسؤولة عن 90% من القتل ضد الشعب السوري بالإضافة إلى ميليشيات نظام الأسد لكن ما نأمله اليوم من أن المجتمع الدولي أن يتطلع إلى تلك الخطوة من المملكة العربية السعودية وأن يفعلها في مجلس الأمن كإطراحة وكتحقيق لرغبة دولية برزت من خلال التصويت في مجلس أو في الأمم المتحدة والتي عبرها عبدالله المعلمي من أنها كانت أكثر من المتوقع إذن هناك استجابة دولية يبقى على مجلس الأمن أن يحقق ذلك التطلعات على ما يحدث على أرض الميدان عميد أحمد يعني ما رأيك بقرار أو عفوا إقرار التحالف الدولي أن العشرات من مقاتلي داعش الأجانب فروا هاربين وذلك عبر التخفي بين المدنيين من ساحة الميدان تحديدا يعني هذا الأمر يحدث دائما سواء كان بصفقات أو عبر توغلات أو عبر التخفي يمكن أن يلجأ إليها تنظيم داعش عن أن لا ننسى من أن هناك عناثر كثيرة من تنظيم داعش هي تعود إلى الجنسية السورية وبالتالي عملية التخفي داخل المدنيين قد تحدث وأحيانا قد تحدث صفقات لحماية المدنيين خروج بعض عناثر داعش من الرقة باتجاه البوكمال منها ما حدث بالتوافق مع ميليشيات قصد ومنها كما أذكرتم في التقرير ما تم من خلال التخفي بين المدنيين وهذا أمر يتم لكن أنا أعتقد هناك عملية تقصي هناك عملية متابعة هناك عملية مراقبة سوف تستدعي إعادة كل هؤلاء إلى التحقيق إلى الاعتقال لأنهم لا يمكن التخفي على طول الزمن كما يقال هذا الأمر سيتم في الرقة سيتم في دير الزور سيتم في البوكمال وفي كل المناطق لأن من توغل وقتل الشعب السوري سواء كان من تنظيم داعش الإرهابي أو من ميليشيات إيران وتوابعها لن يغفل عنه الشعب السوري ولن يتركه بعيداً على الحساب إنعكاس ما ذكرت عميد أحمد من نقاط مهمة في هذا الملف إنعكاسه على الملف السياسي بالتأكيد هذا الأمر سيكون له إسر إيجابي القرارات الدولية من الأمم المتحدة إبعاد التنظيمات الإرهابية خروج إيران وتوابعها من إيران علينا أن ندرك تماماً أن لا حل في سوريا بوجود عصابات إيران وميليشياتها هؤلاء يبحثون عن استمرار القتل عن استمرار الدمار عن تحقيق الهلال الشيعي عن تحقيق المشروع الفارسي لتقريب الأمن العربي سواء في اليمن أو في البحرين أو في سوريا واللبنان والعراق وبالتالي تلك القرارات إذا مفعلت أعتقد أنها تعيد لاستقرار المنطقة وتعتبر نقطة إيجابية للدبلوماسية السعودية التي وععت المجتمع الدولي إلى خطورة ما تفعله إيران في المنطقة هل أيضاً سؤالي الأخير سيد أحمد هذه نقاط الإيجابية تجعل من الأرض خصبة للمباحثات القادمة بالتأكيد عندما تبتعد أدوات القتل عن الشعب السوري عندما تبتعد ميليشيات إيران عندما يخرج حزب الله عندما تخرج الميليشيات العراقية والزينبيون والفاطميون وكل القتل الذين أدخلهم بشار الأسد إلى سوريا أنا أعتقد أن حواراً سورياً سورياً جاداً سيكون على الأرض برعاية الدول الفاعلة وأصدقاء الشعب السوري كالمملكة والدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن أعتقد أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على إيجاد حل للشعب السوري وأبعاد كل من تلطقت يدها بدماء السوريين من إسطنبول خبير العسكر والاستراتيجي العميد أحمد رحا شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً